السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين إن شاء الله ألقاكم في أفضل حال ومع فيديو جديد سيكون الجزء الثاني من سلسلات فيديوات تعلم أساسيات قراءة اللغة الفرنسية عن طريق لسيلاب وقبل البدء أرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وعلى بركة الله نبدأ الفيديو Maintenant la lettre ج ج avec A سيكون جا هذا استثنى لا تنتقو جا بل جا Exemple جاةو أي حلوى ج avec E ça prononce جا هنا تنتقو جا جا Exemple جنو أي ركبتون ج avec I ça prononce جي 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 Exemple جيراف جيراف أي زرفتون ج avec O ça prononce جو وهنا كذلك استثنى لا نقول جو بل جو 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 جيراف 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 جيروفاغ أي الضوء الأمامي لسيارات الطوارئ مثل سيارة الشرطة والإسعاف إلى آخره والآن ننتقل إلى لتر H وما ينبغي معرفته حول هذا الحرف أنه حرف صامت لتر مية يكتب لكن لا يقرأ في الأغلب من الأحيان وسوف تتضح الصورة أكثر H يعني غالبا تنطقها لكن عندما نقرأها في كلمة مثلا لا نقول هاش بل أش يقرأ الحرف الذي يلي لالتر أش وهو الفاس أش هو الفاس أش 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 إجزامبل إجزايادر إجزايادر أي المكعب لا تنتقل أش رغم كتابتها لا نقول هكزايادر بل إجزايادر كما قلت والمكعب هاش أش أش إجزامبل إبو إبو أيبو متون الأั้ش أش 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 إبو أش 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 أعوج أمار 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 أي سرطان البحر La lettre H ça ne prononce pas H avec U U U Exemple Ute Ute أي كورن لا تنتقو H H avec Y يعني في السيلاب نقول لكن في الكلمات لا تنتق مثال لا نقول بل أي الطائرة المائية يعني هذا الحرف كما رأينا يعني حرف صامت يكتب ولا يقرأ ننتقل الآن لها lettre J J J avec A ça prononce ج ج ج Exemple Tagine ج avec E ج ج ج ج ج ج ج ج ج avec I ج ج تاجين ج جو جوجوبة وهي شجرة نوع من أنواع الأشجار جوجوبة 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 أي تنورة تون جوجوبة 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 ولم أجد ميتال جوجوبة يعني لم أجد ميتال هاد سيلاب ننتقلو للحرف كا 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 كاياك كا كا يك أي زورة كونجي لدي كا 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 كباب كا 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 اجزمpl كيوي كيوي ساكيهت الكيوي كا اجزمpl سا pronons كو 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 اجزمpl كوالا اي حيوان الكوالا كا اجزمpl اجزمpl يوكوالا 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 اي القيطارا وهي انا موسيقية كا اجزمpl كيليكس كيليكس وهي انا يوناني والآن سوفا ننتقل لكيليكس لكوالا 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 LIT Exemple LIVRE L L Ça prononce LÈ LÈ Exemple VÉLO EY DERRAJETUN الدERRAJETUN VÉLO EL Avec U Ça prononce LÜ 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 Exemple LUN EY QAMARUN EL LÈ 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 Exemple LIR وهي آلة موسيقية الآن سوف ننتقل للا lettre M M M avec A A Sa prononce MA 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 Exemple MAGICIEN EY SEHERUN M M M M M M M Exemple MELON AY AY BITTYCH أو FÁCAHET الشمام يطلق عليها البطيخ أو الشمام M AY AVEC I SAH PRONONС MI 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 Exemple Minute أي دقيقتون M avec O sa prononce مو 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 Exemple مومي أي مومياون M avec U sa prononce مو 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 Exemple مول أي بارلون M avec Y sa prononce مي 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 Exemple مي غال و الروسيلاء وهكذا نكون مشاهدين الأعزاء قد وصلنا لنهاية الجزء الثاني من هذا الفيديو الذي خصصناه لأساسيات تعلم قراءة اللغة الفرنسية عن طريق لسلاب المقاطع الصوتية وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الزر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله وإلى اللقاء في الحسن المتابعة تفعيل خاصية الجرس ترجمة نانسي قنقر